مخلفات عصابات داعش الإرهابي شبحون يطارد المواطنين في تلحفر على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام على تحريرها إلا أن تلك المخدفات الحربية ما تزال تحصد أرواح الأبرياء بين فترة وأخرى خطر حقيقي تشكلها أدوات القتل التي تركتها عصابات داعش في مناطق مختلفة من مدينة تلحفر وليس هناك أحصائيات رسمية لتلك المساحات التي يحضر على السكان التقرب منها كل فترة يحدث انفجار من مخلفات داعش والضحايا دائما من المواطنين الأبرياء نتمنى إزالة هذه المخلفات لتأمين المنطقة آخر هذه المخلفات نتجز عنه إصابة ستة شباب بجروح مختلفة ولكن العدد قابل للزيادة إذا لم تتم معالجة الأمر إذ شهدت المدينة العديد من الانفجارات نتيجة لتلك المخلفات وفي كل مرة كانت ضحايا من المواطنين حدث التفجير بسبب جسم غريب في منطقة سوق الغنم القديمة وكانت حصيلة عدد الجرحة ستة جرحات تم استقبالهم في مستشفى اللافر في الطوارع العامة وثم إرسال اثنين منهم إلى مستشفى الموصل للإجراءات اللازمة أما الأربع الباقين تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة فيما يخص الكسور أو الجرحة العامة نطالب من الحكومة بإخراج المخلفات داعش القديمة من الألغام ونطالب من الهندسة العسكرية من الجهات المعنية سكان مدينة تلحفر يتطلعون إلى أن تتحرك الجهات الحكومية والمنظمات المعنية لإزالة هذه المخلفات الحربية لحماية أرواح الأبرياء من قضاء تلحفر بمحافظة نينة ونور فاضل العراقية الإخبارية